ما أتير حول الموضوع العاملات المغربيات في إسبانيا أولا بالنسبة إلينا كرامة المغربيات خط أحمر الوقوف في وجه أي شكل من أشكال استغلالهن خط مسؤولية واجب ولهذا الوزارة الوصية تتابع الموضوع بشكل دقيق من أجل ضمان صيانة كرامتهم طرح على البرلمان أن تشكل لجنة من أجل التحقيق والزيارة الميدانية هناك الآن تواصل مستمر حتى نستطيع مواجهة أي شكل من أشكال استغلال أي الحكومة تتحقق هناك بحث مستمر ومتابعة دقيقة من طرف القطع الحكومي الوصي لأنه بالنسبة إلينا الكرامة دي المرأة المغربية خط أحمر لا يمكن القبول أو التسامح أو التساهل مع المسي بها دي مسألة جوها ريال الآن الوزارة الشغل تتابعه كما قلت وعلى اتصال مع الهيئات المعنية من أجل مواجهة أي شكل من أشكال دي الاستغلال شكرا